السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحبيبي طلبة وطالبات الصف الرابع لابتدائي أهلا بكم مرة تانية مع منهج الترمي التاني واللي بيبدأ بيونة 7 يونة 7 واللي عنوانها معناها ده المكان اللي أنا بعيش فيه أو هذا حيث أعيش هذا المكان حيث أعيش طبعا شكل ما تعودنا لازم نكمل الفيديو الآخر ونشير على نطاق واسم عشان إن شاء الله الكل يستفيد رابط الملف إن شاء الله بتاع الواجبات هتلاقيه تحت فيه سندوق الوصف بالإضافة إلى هناك هتلاقي رابط قناة التليجرام اللي هنتواصل عليها إن شاء الله من خلال الواجبات تعال حبابي نبتدي بأهم الكلمات اللي موجودة معنا في الدرس الأولاني في الوحدة السبعة النهاردة وأقولهم إن شاء الله هنلاقيها كلمة سيتي سيتي كلمة سيتي شكل ما انتو شايفين بمعنى مدينة وسيتي معناها مدينة كبيرة لأن فيه كلمة تانية اسمها تاون والتاون دي معناها مدينة صغيرة احنا قلنا حبابي حرف سي لو جي وراءه اي او اي او واي فبينطق سي ما بينطقش الكاي فعشان كده بقول سيتي 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 تانية كلمة معنا النهاردة وهي كلمة ريفر 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 عازك تلاحظ أن نطقتها ازاي ريفر ريفر حبابي حرف الار دايما لما بيجي في بداية الكلمة دايما منطقه بالمنظر ده هم بيدي شافاه في القدام وانطقه را را سوى بيكمز ريفر ريفر وريفر شكل ما انتو شايفين بمعنى نهر ريفر بمعنى نهر تالت كلمة معنا النهاردة وهي كلمة فيلج 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 كلمة فيلج حبابي بمعنى قرية تاني فيلج بمعنى قرية واحنا عارفين القرية يعني شكل عندنا كده في الفلاحين بيبقى فيها يعني كثير من المزارع وجسير كمان من الفلاحين فبقول عليها فيلج 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 بمعنى قرية وانا عايزك تلاحظ ان حرف الاي هنا نقطع بالضبط شكل حرف الاي الاتنين هنا الشورت اي النقطة بتاحهم ايه ساون فبالتالي بقت فيلج فيلج يعني ما اقولش فيلاج وكمان لازم اخلي بالي ان بيبقى فيه كده حاجة شكل الدين خفيفة يعني اقول فيلج 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 يعني ما اقولش فيلاج شكل ما قلت الكلمة الرابعة معنا وهي كلمة ديزرد 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 والديزرد حبايبي بمعنى صحراء تاني ديزرد بمعنى صحراء وانا عايزك تلاحظ هنا من بتاع حرف الاس الاس هنا نطقته شكل الزت بالضبط ليه لانه يعني بين اتنين متحركين وطالما هو ما بين اتنين متحركين ففي الغالب بينطق زه الساوند واكيد لكل قاعدة شواز طبعا ولكن في الغالب الاس لما بقى لقيه بين اتنين متحركين انطقه زه فبالتالي قلت ديزرد ديزرد وديزرد يعني صحراء طبعا الصحراء مناطق كبيرة جدا بتبقى كلها عبارة عن رمل وجبال دي بسميها ديزرد 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 اشجار ومليانة نباتات وزهور وحشائش بقول عليها فورست 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 الكلمة الساتة معنا ويا كلمة ماونتين 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 حبيبي شكل ما انتوا شايفين بمعنى جبل والجبل دايما بتبقى منطقة عالية جدا ارتفاع عالي جدا بقول عليها جبل ماونتين ماونتين يبقى من خصائص الجبل انه هو بيبقى very high very high يعني عالي جدا ماونتين ماونتين الكلمة السامعة معنا ويا كلمة بلدين 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 كلمة بلدين حبيبي بمعنى مبنى بلدين بمعنى مبنى عايزك تلاحز هنا ان كلمة بلدين اليو فيها سايلنت يعني مش بينطق يعني حرف اليو هنا مش هنطقه يعني مولت بيولدين لأ بلدين يبقى اليو هنا مش هنطقه وحنطقه حرف الاي فحتيبقى بلدين 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 معنى مبنى الكلمة الاخيرة معنا النهاردة حبيبي وهي كلمة مهمة جدا وهي كلمة واسيز 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 بمعنى واحة واسيز بمعنى واحة الواسيز شكل ما انتم شايفينها كده دي بتبقى منطقة في الصحرة الصحرة عارفين كلها انها رمل لكن الواحة بتبقى في وسط الصحرة ولكن فيها مياه والمياه دي بيبقى من خلالها طالع خضرة فبالتالي حالي منطقة خضرة موجودة في الصحرة فبالتالي بقول عليها واسيز واسيز وجامح حبابي بتاع واسيز هنا واسيز واسيز لاحظ انه نطق بس الحرف الاخير اللي هو اس تغير فبقى زت ساون فبقى واسيز دي الواحة واسيز دي الواحة حبابي دي كانت اهم الكلمات اللي انت ممكن تشوفها في الدرس بتاعنا تعالى بقى ان شاء الله نشوف الدرس بتاعنا بيتكلم عن ايه يلا بينا حبابي اهلا بكم مرة تانية في الدرس بتاعنا النهاردة هتلاقيه بيديني بعض الفاكتس عن the nail the nail the nail the nail حبابي بمعناه النيل او نهر النيل نهر النيل اللي انتو شايفينه ده طبعا نهر النيل هو اللي بيمدينها بالمية يعني المية اللي بنشربها وكمان المية اللي بنرو بيها الاراضي كل المية اللي احنا بنستخدمها جاية من نهر النيل طالما هي مية عزبة فهو بيديني بعض الفاكتس بعض الحقائق عن النيل ده فبيعرفني اول حاجة يعني ليه نهر النيل مهم شكل ما احنا اخدنا قبل كده نكملة why why دي معناها لماذا ودي بتسأل دايما عن السبب يعني ليه نهر النيل مهم شكل ما قلت لانه بيمدينها بحاجات كتير جدا تعالى كده مديني اول حاجة بيقول لي the nile provides us with water food and transportation again the nile provides us the nile حباب الوانيل provides us يعني بيمدينها with water واسمين باو ووتر ووتر بمعنى مية food شكل ما احنا عارفين ان food بمعنى طعام and transportation وشكل ما اخدنا في الوحدة السبب قبل كده transportation بمعنى وثائل النال طب مصر هو النهر حيبقى فيه نقل ومواصلات ازاي يعني حبيبي ما هي السفن والعبرات وكمان الملاكب كل دي بسميها وسائل لقل فبالتالي النهر ممكن يمشي فيه ملاكب ممكن يمشي فيه معديات فبالتالي انا بقدر انقل بيه سواء البيه ناس او انقل بيه بضايع عشان كده بستخدمه في transportation يعني في النهر بعد كده قال لي the nile style كلمة nile style حبيبي اللي هي الطربة بتاعتني الطربة بتاعتني المالها قال لي is rich طبعا عارفين ان rich دي بمعنى غني بس هنا rich حلاقيها بمعنى خزب يعني ارض النيل خزبة good بمعنى جيد good for يبقى صالح لي good for بمعنى صالح لي او مفيد لي growing crops يعني زراعة المحاصل يبقى ازا هنا ارض النيل لازم اعرف انها خزبة جدا فصلحة لازراعة انواع المحاصيل المختلفة تاني حاجة بقى لازم اعرفها how many countries how many countries يعني كم عدد الدول how many countries يعني كم عدد الدول does the nile travel through does the nile travel through travel through يعني بيمر فيها بيجري فيها نهر النيل لازم اعرف عدد الدول اللي بيجري فيها نهر النيل and what are these countries وايه هي الدول دي كمان يبقى تاني معلومة لازم اعرفها لازم اعرف يطر ايه الدول اللي نهر النيل بيجري فيها وكمان عثامي الدول دي وهنا بقى لازم اخلي بالي حبيبي من حاجة مهمة جدا في السؤال اول حاجة ان how many لازم ييجو وراها اسم جامع ثاني حبيبي how many لازم ييجو وراها اسم جامع ما ينفعش ابدا ييجو وراها اسم مفرد بمعنى حبيبي ان لما ييجو ولي how many pin or pins are there يعني كم عدد الاخلام اللي هاتي توبها طبعا هنا لما ييجو ولي اختار لازم اختار pins ليه حبيبي لازم اختار pins اقول له عشان how many بيجو وراها اسم جامع ما ينفعش ابدا ييجو وراها اسم مفرد عشان كده لما ييجو اقول لي how many country or countries does the line travel through يبقى انا حبيبي لازم اقول how many countries وانا عايز اكتلاحس حاجة اني لما جيت اجمع الاسم ده قلبت الواي بتاعي الاي اس لان الواي هنا قبلها حرف ساكن ولو اقولت اي اسم جمع او اي اسم عايز اجمعه في نهاية واي والواي دي قبلها حرف ساكن لازم اقلب الواي بتاعتي لاي وبعدين ازود الاي اس تعال بقى نشوف كم دولة بيجري فيهم نهر الين قال لي the line travels through 11 countries اجي انا the line travels through 11 countries يعني نهر النيل بيمر في 11 دولة وخلي بالك لما جي قال لي the line the line يعني نهر النيل دهواني حبيبي ويجي قول لي travel or travels احنا قلنا بقى حبيبي ماينفعش ابدا اجيب مع الاسم المفرد فعل بدون الفض طيما الاسم المفرد يجمعه فعل في اس او اس لان هنا بتكلم دايما عن فاكتس فاكتس بمعنى حقاقي يعني لازم اتكلم مضارع بسيط فعشان كده الاسم المفرد يجي معاه فعل في اس يعني 11 دولة 11 دولة ده احنا بنحسبه بيجري في مصر بس قال لي لها طبعا ده فيه 11 فيه 10 دول قبلنا نهر النيل بيجري فيهم تعال نشوف مع بعض الدول اللي بيجري فيها نهر النيل الاول اثيوبيا اثيوبيا سودان سودان دولة سودان ساوث سودان ساوث سودان يعني جنوب السودان ايجيبت ايجيبت مصر طبعا رواندا رواندا دولة رواندا تنزانيا تنزانيا دولة تنزانيا اوغاندا اوغاندا دولة اوغاندا بوروندي 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 دولة بوروندي يعني دولة الكونغو الديمقراطية وكمان دولة اريتريا دولة كينيا يبا تعالوا ندوم تاني كده هم 11 دولة اثيوبيا سودان سودان ايجيبت رواندا تنزانيا اوغاندا بوروندي اريتريا كينيا كينيا يبا دول كم حبيبي 11 دولة بيجري فيهم نهرين يبا زل دلوقتي عرفنا نهر النيل بيجري في كان دولة وكمان اسامة دول دي ايه تعالوا نشوف يلا حقائق كمان مهمة جدا عن نهر النيل واولها نهر النيل حبيبي هو اطول نهر في العالم ولاحظ بقى دايما اتكلمنا في الترمي اللي فات ان ذا دايما ييجي ورها الصفة است اما صفة اي ار بيجي ورها كلمة ثاني ثاني حبيبي انا قلت لو كانت الصفة بتاعتي فيها اي ار او قبلها كلمة مور يعني مور ورها الصفة فعلى طول براي وراهم كلمة ذان ودي معناها اكثر من اما لو بقانم بين واحد ومجموعة فبلائي ذا والصفة بتاعتي القصيرة بلاقي فيها است اما الصفة الطويلة بلاقي قبلها كلمة موست وموست معناها الاكثر ثاني موست معناها الاكثر فلما ييجي يقول لي في الاختيارات كده ظلائل ظلائل اللي هو نهر النيل is ذا وقديني في الاختيارات long longer our longest river in the world يعني هو اطول نهر في العالم المفروض هنا طالما شفت ذا فانا بجيب الصفة على طول فيها است بس كده لازم اعرف ان انا هنا بقارم بالنهر النيل وكل انهر العالم فبالتالي لازم اقول the longest اما لو بقارم بين اتنين بس فلازم اجيب صفة يعني لما اجيب علي is tall taller tallest than احمد يبا هنا حبابي انا بقارم بين علي واحمد وطالما بقارم بين اتنين يبا لازم اختار الصفة اللي فيها بيأكيد لي كمان كلمة than صفة ايار وراها than هنا بقى بيقول لي the nail is the longest river in the world يعني نهر النيل هو اطول نهر في العالم اخلي بالي ان انا هنا بقارم نهر النيل بكل انهار العالم تاني فاكت حبابي لازم اعرفها ان the nail is six thousand six hundred seventy kilometers long again the nail is six thousand six hundred seventy kilometers long يعني طول نهر النيل ستالاف ستمية وسبعين كيلو متر تاني ستالاف ستمية وسبعين كيلو متر طويل جدا حبيبي ستالاف ستمية وسبعين كيلو متر بلازم احفظ الحقيقة دي عشان كده حبابي يقل that's like traveling حبابي كلمة like هنا معناها مثله يعني بقول لي ده بالزبط شكل الصفر to the center of the earth to the center center هنا معناها وسط او منتصف او مركز the earth اللي هو الارضي بقى كنك بالزبط مسافر لمركز الارض لمنتصف الكرة الارضية او لوسط الكرة الارضية طبعا دي مسافة طويلة جدا بقى طول نهر النيل ستالاف ستمية وسبعين كيلو متر تالت حقيقة لازم احرفها حبيبي ان the liel has two branches in egypt the liel has two branches two branches two branches يعني فرعين اتنين in egypt شكل ما احنا عارفين ان نهر النيل اهو بالمنظر له اللي احنا بنسميها الدلتا الدلتا بتاعت نهر النيل او ده branch وده branch ده بسمي branch يعني فرع وده كمان بسمي branch يعني فرع فالنيل لي فرعين اتنين حبيبي فرع رشيب وفرع ضميات والي اتنين عندنا موجودين in egypt في مصر اللي بقى ان the liel is home for different kinds of fish birds and turtles اللي ان نهر النيل ده موطن لي كلمة home for حبيبي معناها موطن لي different kinds يعني انوار مختلفة من الاسماك وكمان من الطيور وكمان turtles كلمة turtles بمعنى السلاحب turtles يعني سلاحب birds يعني طيور وكمان fish يعني اسماك وكمان بيقول لي in one of the planet's largest reptiles reptiles حبيبي بمعنى زواحف يعني واحد من اكبر زواحف الكوكب lives in it lives in it يعني عايش في يا ترى ايه اكبر الزواحف اللي عايشها في نهر النيل حلقي the nile crocodile the nile crocodile nile crocodiles اللي هي تمسيح النيل دي واحدة من اكبر الزواحف اللي موجودة في العالم ليه قال لي it's between three and five meters long it's between three and five meters long طوله حبيبي من ثلاثة لغاية خمسة متر طوله من ثلاثة لخمسة كبير جدا وبعد ما اداني حبيبي facts عن river nile هيبدأ اديني facts بسيطة كده انا هقوق بسيطة كده عن arctic regions arctic regions بمعنى مناطق قطبية كلمة arctic يعني قطبي تاني arctic يعني قطبي كلمة region بمعنى منطقات اعنا نشوف الحقائق اللي هو مدهاني عن arctic regions دي هي ايه طبعا شكل ما احنا عارفين ان المناطق قطبية يعني عندنا قطبين اتنين القطب الشمالي والقطب الجن وبمعروف ان المناطق القطبية دي حبيبي مليانة جليد طب ويا ترى المناطق القطبية دي موجودة فين اللي the people who live in the arctic regions is breathed out is breathed out يعني بينتشروا in eight countries في ثمن دول يعني اذا في ثمن دول بلاقي فيها المناطق القطبية دي يضطر الدول دي اي اللي تمانية يبقى how many countries there are eight countries ثمن دول تعالى نشوف الدول اللي موجودة في المناطق القطبية دي اولها كندا كندا ثاني دولة the United States United States حبيبي اللي هي الولايات المتحدة وبالذات في الاسكا يبقى الاسكا في الولايات المتحدة دي منطقة قطبية ثالث دولة معنا حبيبي هي دينميرك والدينميرك جريلاند بينكوصين ثاني دينميرك اللي هي جريلاند رابع دولة معنا هي ايسلند دولة ايسلندا وبعد كده روشا روشا طبعا ودي دولة روسيا السادة سويدن اللي هي دولة سويد وبعد كده نوروي نوروي حبيبي اللي هي دولة انرويج وكمان اخر دولة معنا وهي دولة فنلند اخر دولة معنا وهي دولة فنلند اللي هي دولة فنلند يبقى ازا المناطق القطبية او الناس اللي عايشين في المناطق القطبية بلاقيهم في التمن دول دول الحقيقة اللي بعد كده حليها حقيقة مدهالي عن يعني يعني الناس اللي بيعيشوا في الصحراء خصائصهم هي موجودين فين ده المفروض عرفه في الحقيقة دي قال لي يعني الناس اللي بيعيشوا في الصحراء يعني دايما حبابي يبيوه عايشين على مصدر مياه لان شكل ما قلنا ان المياه دي هي مصدر الحياة عشان كده قال لي عشان يخلوا حياتهم اسهل مديني على سبيل المسال قال لي يعني بيعيشوا على ضفة طي نهار كلمة بانك يعني ضفاف وكلمة بانك تمشي ضفة وكمان حبابي تمشي بمعنى البانك عارفين البانك اللي بنروح نجيب من الفلوس ده اسمه بانك وبانك كمان بمعنى ضفة نهارف عشان كده قال لي يعني اللي بتمر في الصحراء او بيعيشوا في الواحات ليه الواحات؟ لأن الواحات هي المنطقة اللي في الصحراء اللي بيكون فيها مياه فبالتالي يقدروا يعيشوا وبكده حبابي بقى احنا انتهينا من دراسة الدرس الاولاني في الواحدة السبعة واللي عنوانها شكل ما قلنا هتمنى انتوا تكونوا استمتعتوا بالدرس ان شاء الله هتلاقي تحت في صندوق الوصف الرابط بتاع قناة تليجرام اللي هنتابع عليها الواجب ان شاء الله وكمان هتلاقي رابط الملف اللي من خلاله هتحمله وتحل الواجب بتاعنا ان شاء الله ما تنساش وقول لكل زمالك عشان ان شاء الله الكل يستفيد السلام عليكم موسيقى